السلام عليكم ورحمة الله شبابنا ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أعطاء طبيانة أخوكم أزمينكم دكتور تقي واليوم راح ناخذ محاضرة الشوك شباب اللي هي نسميها circulatory shock هناك كلمة شوك يعني مو صدمة لا وإنما انقطاع الدم عن الأعضاء انقطاع أو نقصان الدم عن الأعضاء يعني هاي الأعضاء اللي عندنا في الجسم تحتاج على سبيل المثال لترتيان خلي نقول دم مثلا نفترض الكلية عدي الكلية نحتاج مثلا نفترض تحتاج لترتين اللي إذا يوصلها من الدم هو واحد لترة فإذا كمية الدم الواصلة لا تتناسب مع الميتابوليك ديماند مع الطلب مال هاي الكلية الكلية تحتاج لترتين يوصلها لترة هاي يسميها شوك الكلية مادام ما وصلها الدم الكافي مالتها انت تعتبر الكلية حاليا بحالة شوك فالشوك هو ديكريز بيمان بالبلد افلو بالبلد افلو للأورجان كلها مال الجسم اللي هون سميه ديكريز بالبير فيوجين بالبير فيوجين فمن نوجاي من تسمع كلمة شوك اعرف انه اعضاء الجسم كلها بهاي اللحظة مادة وصلها دم كافي هاي المحاضرة مالتنا هاي المحاضرة مالتنا شباب شون رح تكون المحاور مالتها حتى ندرسها بشكل كلش حلو نتونس بيها اول شغلة رح ناخذ معلومات عامة عن الشوك نشرحها بشكل عام هاي رح نفتهم 10% من معلومات المحاضرة بعدين رح نقرأ الكيس رح نقرأ الكيس من رح نقرأ الكيس رح اصير عندنا اسئلة هواية الدور بالمحور الثالث رح نجي نشرح بقية 90% اجابة على اسئلة الكيس وفهما للموضوع طيب شباب احنا بالبداية خل نجي نفتهم شنو تعريف الشوك وشنو هي انواع الشوك الشوك قلنا هي يعني ما يوصل دم كافي لهذه الاعضاء المعين فتعريف الشوك هو حالة اللي هو الانتاج القلبي قليل شلون يقول لدرجة انه هو بعد ما يقدر يعني يلبي بعد ما يقدر يلبي الحاجة ما للتشيو ما للأنسجة فهاي الأنسجة بعد ما يقدر يلبي لها متطلباتها تحتاج لترتين يطيها لترة واحدة فهاي الأنسجة راح يصير بيها اذا ما اطيتها متطلباتها راح يأيدي الى دمج بالبرفرال هاي الكليات تريد لترتين تطيها لترة واحدة بالنتيجة راح تبدأ تموت راح يصير بيها دمج هاي واضحة جدا خوش فينامطة تعريف ثاني يقول هي هي حالة يقلل بلد فلو بعد ما كو بلد فلو لهذا العضو بين قوسيا بعد تشيو بير فيوجين ما كو يعني ارواء للأنسجة بعد ما كو وذا ما كو ارواء للأنسجة هاي الأنسجة من ما كو الهدم مدى يوصل للهدم الدم قليل مدى يوصل لها معناها أوتو مدى يوصل لها ومواد غذائية مدى توصل لها مثل الكلوكوز فهاي راح تأدي إلى تشيو ميتابولوزم الميتابولوزم الفعاليات الحيوية مال هاي الكلية راح توقف وابدنها هاي راح يأدي إلى الوفاء هسه هتش راح تسألني سؤال تقولي دكتور زين ليش ده تصير هاي ليش ما كو دم ده يوصل للأعضاء هذا شباب يصير من انت تفتهم شون ده يصير الدم احنا ش عندنا عندنا قلب زين هاد القلب مالتك وعدنا مثلا نفترض واحد من الأعضاء اللي هو هاي الكلية مالتك وهنان عندك المجرى الدموي هاي المجرى الدموي اللي هو شكو بداخل المجرى الدموي هذا البلد فسل الوعاء الدموي شكو بداخله اكو بداخله بلد صح هذا بلد زين ليش ما يوصل دم كافي لهاي الكلية الاسباب الرئيسية شباب اما المشكلة بالمضخة مع هاي الدم او مشكلة بالصندة اللي يتوصل الدم الصندة يصير بيها مشكلة او مشكلة بالدم نفسه يكون قليل واضح فإذا اما البامب المضخة مضروبة مادة تدفع دم بحيط ما يقدر يوصل لك هاي واحد او لا والله مضخة تشتغل بس دم ماكو دم ماكو هاي اثنين ثلاثة مضخة تشتغل ودم اكو بس هاد الوعاء الدموي هاد البلد فسل بي مشكلة فعدك ذني ثلاثة شغلات المضخة والصندة والمي اللي بداخل هاي فهنا يقول حتى تعرف الشوك وتعرف شون تسيطر على الموضوع عدك الهارت اللي هو المضخة الصندة اللي هي الاوعية الدموية والدم نفسه اللي هو الدم نفسه فالشوك صير اذا صار فيلر فشل او مشكلة او نقص باي واحد من ذني الكمبونت اي واحد من ذني الكمبونت من ذني الثلاثة واضح شباب فيقول احنا حتى نحدد سبب الشوك جدا مهم ويساعدنا انه نعرف الكمبونت مكونات الكارديو مكونات جهاز القلب اللي هي تحدد اللي هذه الانسجة اللي هي القلب ولو يعيد دموية والدم خوش المشكلة اذا صارت نتيجة خلل بالقلب اسميها كارديوجينك شوك كارديوجينك يعني مشكلة بالقلب اذا صارت بمشكلة بالدم نفس صارت دم قليل اسميها هيبو فوليمك شوك هيبو يعني نقصان فوليمك يعني العكب للبلد ما اكو دم هيبو فوليمك ثلاثة اذا مشكلة بالاوعية الدموية فهاي شباب اقدر اسميها اما يعني اقدر اسميها Distributive Shock Distributive يعني مشكلة بالتوزيع بالاوعية الدموية واضح خش حس شباب اذا عندك انت الشوكس هي الانواع مالتها اول واحد Cardiogenic مشكلة بالقلب اثنين Distributive مشكلة بالدم نفسه ثلاثة Distributive مشكلة بالتوزيع بالاوعية الدموية واربعة اكو انسدات Obstructive Shock اكو انسدات هاي المشاكل الاربعة شوف حس خب كارديوجينيك واضحة اكو مشكلة بالقلب كلش واضحة هايبوفوليمية اكو مشكلة بالدم الدم قليل كمية الدم قليل Distributive يعني شنو اذا ردت نفهم ال Distributive شباب كلش سهل ات تعرفون هاذا عندنا القلب بالنص هاذا القلب يجي الvenous system من هنا الvenous system ويودي المن يودي بالarterial system يودي للانسجة صح هاي الانسجة موجودة هنان فهاي عندك هنان التشيو التشيو الانسجة كلية قلب اي شي وهذا الheart خوش ال Distributive يعني شنو يعني هاي الvenous circulation هاي الvenous circulation يصير بها dilation او الarterial system يعني الاوعية الدموية تصير بها مشكلة شلون يعني يعني هذا الوعاء الدمو اللي هو الvenous system اللي هو المفروض بهاي الطريقة هلقت هنان هاذ الvenous system راح يتوسع يصير بي venodilation من صار venodilation الدم كله وين يتجمع الدم كله تجمع بي ظل جو الدم فبالتالي بعد ماكو venous return للهارت بعد ماكو دم يرجع للقلب لان الدم كله وين ظل متجمع الدم كله ظل متجمع هنان فبعد ماكو دم يرجع للقلب من ماكو دم يرجع للقلب القلب من مين يطدم ما عده مكان يطدم من عده هو القلب وشقد ياخذ مننا ياخذ اربع لترات اربع لترات مننا ياخذ يدخلهم بالvenous return يوديهم مننا ذلك الاربع لترات الاربع لترات يوديهم بالcardiac output فعدنا قاعدة بالcardio ماخدية الvenous return يساوي الcardiac output كلش منطقية اتش قد ما تنطيني اني انطي هاي واضحة خوش من صار distributive shock لسبب من الاسباب الاوردة توسعت من الاوردة توسعت الاوردة اش نسميها نسميها احنا capacitance vessel يعني الاوعية ذات السعة اللي هي بين قوسيهم ذني هنه الجليكانات والتنكات والبراميل ما للدم فمن كبرنا ذني البراميل قاموا يخزنن الدم يمهن من نتخزن الدم يمهن بعد ماكو venous return من ماكو venous return ماكو cardiac output اذا ماكو انتاج قلبي بعد ماكو دم يوصل لهذا يتشو وهذا يتشو راح تموت خوش هسه افتهمنا اذا الدستروبيوتف شوك اكو توسع بالشرائين والاوردة اللي همني الاوردة من توسعت الاوردة النتيجة النهائية صار الدم ظلم تجمع بيها ما رجع للقلب وبالتالي ماكو انتاج قلبي السؤال هو ليش ده تتوسع هاي الاوردة وهاي الشرائين ليش ده يتوسع عندني يتوسع عند واحدة ثلاثة سباب شباب الاولى septic shock نتيجة sepsis بكترية البكترية الموجودة هنا يعني من راح تتقاتل ويد جهاز المناعي راح تفرز موسعات مع الشرائين راح تفرز فازو دايليتر فذن موسعات الشرائين وموسعات الاوردة راح يوسع عن الاوردة اثنيا التحسس انفلاكتك شوك انفلاكتك شوك انفلاكتك شوك يعني انت مثلا قرصتك نحلة او قرصتك عقربة هذا السمى للعقربة سوى عندك تحسس التحسس فرز فازو دايليتر موسعة للأوعية فتوسعت الاوعية الثلاثة هسا ذنو خب واضحات septic بكترية دخلت فرزت موسعات اوردة الانفلاكتك مادة محسسة دخلت وفرزت لموسعات للأوعية النقطة الثالثة مهمة اللي هي نيروجينيك 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 شباب يعني شنو يعني مشكلة وانقطاع بالسيمباتاتك نيرفا سيستيم السيمباتاتك نيرفا سيستيم هو اللي يسوي شنو هو اللي يسوي فازو كونستروكشن هو اللي يقلص الأوعية الدموية صح السيمباتاتك نيرفا سيستيم هو اللي يقلص الأوعية الدموية من راح السيمباتاتك نيرفا سيستيم هاي لوعية دموية بعد ماكوا واحد يقلصها فصار بيها فازو داليش فتوسعت واضح شباب طيب Obstruction يعني شنو النوع الرابع Obstruction انسدات اكو هنا انسدات دائر مداري القلب هنا هنا انسدات واضح خب خاش هس شباب فهمنا بشكل عام شنو definition of shock وشنو causes of shock خلنيت بس الخاصة حتى اتوا مو بس تفهمون اتحفظون احنا قلنا shock هي decrease blood flow الارواء يعني بعد ماكوا دم to the tissue بحيث بعد do not meet بعد مايلبي الميتابوليك ديماند واذا ما لبى الميتابوليك ديماند راح يصير بيها دمج راح يؤدي الى الوفا الى الدين خوش اذا اي مشكلة تقللي blood flow للتشيو راح تأديلي الى مشكلة راح تأديلي الى شوك خوش هذا الديفينيشن زين كوز ازمالت هي شنو اسباب هي شنو اما مشكلة بالمضخة اسميها كارديوجينيك شوك اما مشكلة بالدم نفسه ماكو دم نزيف عدك هايبوفوليميك شوك اللي هي نزف صار عدك ثلاثة مشكلة ديستروبيوتيف ديستروبيوتيف يعني بالاوعية الدموية اللي هاي اما تكون سبتك او تكون انافلاكتك او تكون نيوروجينيك نيوروجينيك انقطاع سمبتك نيروس اربعة ابستركتف شوك دني انواع الرئيسية من الشوك خوش هاي افتهمناها هاي افتهمناها كارديوجينيك يعني اكو مشكلة بالقلب مثل الجلطة قلبية الهايبوفوليميك شوك شباب بعقولي انت هذا الوعاء الدمو ومالتك هايبوفوليميك يعني انت بالعادة انتهس كإنسان بالغ طالب بعدك شاب ما عندك اي امراض عندك بالعادة سبع لترات الدم مالتك سبع لترات اذا نزفت نزفت لترتين بقى عندك خمس لترات هاي الخمس لترات ما تكفت جسم مالتك فراح سوي شوك واضح فهو اما الدم كله ينقص هذا الدم كله ينقص مرة الدم كله ينقص فهاي الخسارة مرة تكون all blood زين all blood all هي جني كتبها all blood يعني الدم كله خسارته مرة مرة لا اتيش عندك الدم من شنو مكون شباب الدم بخلايا اللي هي الار بي سي ذنو ياهن وبي فلود اللي هو البلازمة هاي البلازمة هاي اللي هي شبيهة بيها عوامل تخطر بيها ذنني عوامل التخطر صح ذن عوامل التخطر ذن فمرة اتتت تخسر all blood مرة لا تخسر هاي بلازمة فقط فقط البلازمة تخسره مثلا بالحرق من تحترق الت من يصير عندك bayern حرق شو رح تخسر رح تخسر فقط هاي بلازمة بس الخلايا ما تموت الار بي سي رح تخسر فقط البلازمة مرة لا ما تخسر البلازمة كلها ما تخسر البلازمة كلها لا تخسر بس المي واضح فمرة مرة تخسر الدم كله مرة تخسر البلازمة المي والكلوتينج فاكتر اللي بيها ومرة تخسر فقط المي اللي هو تخسر فقط الفلويت شوك تخسر فقط الفلويت مثلا بالدايريا بالاسهال او بالفومتينج بالتقيو اتة هنا ده تخسر فقط الفلويت واضح شباب ادل انواع الشوك النوع الاول هو مشكلة بالدم هايبو فوليميك مشكلة بالدم على اثنين شون يقول اما اخسر اه اول بلد يقول يصير نقص بالبلد فوليوم حجم الدم ينقص ولهذا نسميه هايبو فوليميك هايبو يعني ديكريس نقصان زيه فوليميك يعني حجم الدم يابل ليش تقص يقول واحدة من الثياتة لو اني اول بلد هذا كله اول بلد يروح الدم كله يروح مثلا نزف هي مراجق شوك نزف صار عندك نزف نضرب السيتشينة وقم نتنزف الدم كله قام يطلع مرة لا تخسر فقط البلازمة اللي هي المي ويعوامل التخثر المي والبروتينات اللي يبيها مثل الحرق ومرة لا تخسر فقط الفلويت فقط الفلويت والاكترويت اللي هي مثل التقيو والاسهال واضح هذا الهايبو فوليم النوع الثاني خلي نقول النوع الاول اللي هو قلنا مشكلة بالمضخة مالتي مثلا مايو كارديل امبيرمت مايو كارديل يعني عضلة القلب امبيرمت يعني ضعف مثليش مثل المايو كارديل امباركشن كلمة امباركشن يعني موت مثلا موت العضلة القلبية كونجستف هارت فييلر فشل قلبي موت العضلة القلبية معناها مشكلة بالمضخة هاي المضخة هاي المضخة هاي المضخة اللي دا شوفوها هنا بعد شنو بعد ما تقدر الضخ دم كافي هاي المضخة اللي هنا بعد ما تقدر الضخ دم كافي هاي فش اقول المشكلة شنو اقول هاي المشكلة كارديوجينيك مشكلتها بالقلب طيب شباب المشكلة الثالثة اللي هي اكو ابستركشن انسداد للبلودفلو لجريان دم ممكن يصير بأي مكان على مستوى السيركلة ترسيس على أي مكان بالجهاز الدوران فهذا راح يأدي الى دكريز بالبلودفلو يقلل جريان الدم هذا القلب زي ان نفترض هذا القلب متوزع واحد يغذي الكبد منطقة غذي الكبد ومنطقة غذي الكلية هنا صار عندك انسداد ورام كذا سوى انسداد الكرية بعد ما يوصل الهدم واضح خب طيب انو على خير قلنا الدستروبيوتيف دستروبيوتيف قلنا يعني الفينوس رتيرن يقل خوش اللي هي تكون قلنا اما نيروجينيك او سبتك او أنفلاكتك قلنا كلهم ضمن شنو ضمن الدستروبيوتيف شوك النيوروجينيك يعني السمبتاتيك نيرف السيستيم راح بعد ماكو سمبتاتيك السمبتاتيك هو اللي يسوي تقلص بالأوعية الدموية من راح السمبتاتيك نيرف السيستيم بعد ماكو تقلص بالأوعية الدموية فالدم ظل شنو ظل متجمع جوا الدم المفروض يرجع للقلب بالفينوس رتيرن ومنها يروح للشراين من اللي يحصر هاي الاوردة ويخلي الدم يرجع للقلب اللي يحصرها هو السمبتاتيك نيرف السيستيم من راح السمبتاتيك نيرف السيستيم هاي الاوردة توسعت من توسعت ظل الدم به بعد ما رجع للقلب خوش فهاي مثلا بالانستيزية التخدير ديب اللي هو العميق جنرال انستيزية التخدير العام بنج عام رح يتخدروك بشكل عام كل جسمك رح يخدر من ضمن جسمك الجهاز العصبي رح يخدر بعد الاسبانالستيزية التخدير يعني اللي هو يصير بالاسبانالكورد بالنخاع الشوكي ايضا جسمك كله رح يخدر مرات لا اسبانالكورد انجوري اصابة انضرب الاسبانالكورد من عندك من انضرب الاسبانالكورد من عندك هذا راح يؤدي إلى خسارة السمباتاتيك نيرفل سيستم بعد شباب loss of vaso motor تون هنا ذني كلهم سواء جنرال انستيزية سواء سباينال انستيزية سواء انجوري كلهم ذولة وراح عدي السمباتاتيك نيرفل سيستم من راح السمباتاتيك نيرفل سيستيم قد تقول لي هذا الوعاء الدموي من راح عنا السمباتاتيك نيرفل سيستيم الوعاء الدموي توسع من توسع بعد الدم ظل متجمع بي بعد ما يمشي الدم لان الوعاء الدموي المفروض ينعصر يتقلص فيدفع الدم فوق الوعاء الدموي من توسع يعني بالضبط هيك راح يصير يصير مثل الچيس يعني معبالكم هيك هذا الوعاء الدموي يصير مثل الچيس يضم الدم بي ما يمشي الدم بعد فبعد ماكو فينس ريتيرن للهارت فهاي نيرو جنك فمن نخسر الفازو موتور تون اللي هي الفازو تقلص الوعية راح يأدي الى بحيتي يصير حوض ما الدم بالأوردة يعني حوض ما الدم يصير بالأوردة طيب نفس الشي اللي هي السبتك او الانافلاكتك اللي هي اما بكترية او مواد محسسة تفرز هاي المواد محسسة ويلك توسع بالأوعية الدموية فازو دايليش واضح؟ طيب يقول سكريشن راح يأدي الى زيادة النترك اوكسايد والبروستغلاندي شن النترك اوكسايد والبروستغلاندي موسعات شرايين ذني راح يوسع الشرايين بعد ويا توسعة الشرايين اكو شغلة راح تصير اللي هي شباب باعقولي انت من عندك هنانا مثلا نفترض هذا الوعاء الدموي هذا نورمالي الطبيعي من راح تنفرز النترك اوكسايد والبروستغلاندي ذني الثنيين راح ينفرزن على الوعاء الدموي مثلا جدت بكتريا البروستغلان كانت البكتريا او المواد المحسسة من النتقاتلات والجهاز المناعي انفرزت هاي النترك اوكسايد والبروستغلاندي شراح يسوين هاي النترك اوكسايد اول شي الاوعاء الدموي هادا راح يتوسع وثاني شي راح تزداد البرميابلتي مالته زيان راح تزداد البرميابلتي مالته بحيط الفلويد اللي كانموجود به هذا الدم اللي كان موجود بي الفلود زيان هنا ماأنة ماكوش بس من نتوسع هذا الفلود شiew راح يصبح بي راح يطلع من راح يطلع هذا الفلود يقل الفوليوم يقل البلود فوليوم واضح؟ طيب، فهذا اللي راح يصير يصير وزيادة الخطير وزيادة видим فهنا يقول من تنفرج هاي المواند راح يزداد الفلتر اله climater اللي هو هنا هذا الماء يقوم يطلع من الكابل من الشعيرات الدموية راح تزداد Tiger النفاذية مع الشعيرات الدموية وهذا راح يقلل لانت شنو هاي قلنا يقلل لانت الدم ده يطلع كله الفلود يعني السوائل كل هذا تطلع لهنانا تروح للانترستيشيال لهذا المكان فهذا الدم هنانا اكيد راح يقل واضح شباب هاي الفكرة الاساسية من الشوك ات هسه صارت عندك فكرة شنو هو الشوك وشنو اسبابه باعولي شباب اخر شغلة راح ناخدها بهذا الجزء اللي هي انه شون الجسم يستجيب للشوك باعولي هذا القلب مالتنا هنا عندك هاي الكلية هذا الرسم كلش مهم كلش مهم يعني المحاضرة كلها تعتمد علي يا شباب باعولي وهذا الدماغ مالتك صح هذا الدماغ مالتك وهنا عندك البتوتر قلانت الغدة النخامي البتوتر قلانت الوعاء الدموي اللي يودي للدماغ هنا اكو جهاز سيطرة تحسس اسمه بارو رسابتر يقيسن الضغط زيان موزيان عن المودي يشوفن اكو دم ديوصل للدماغ لو ما اكو دم اكو بارو رسابتر هذا واحد اثنين هنا اكو دم ديوصل للكلية اكو جهاز همين التحسس بالكلية ما لنا علاقة بيه وثلاثة البتوتر قلانت ايضا تقيس اذا اكو دم ديوصل لو ما ديوصل ديوصل كم شغله ثلاثة واحد بارو رسابتر اثنين الكلية الثلاثة بتوتر قلانت خوش من نتقل كمية الدم هاي كمية الدم من نتقل ما توصل هذا البارو رسابتر راح يحس هو مقياس للضغط زيان لأي سبب من الاسباب خلي نقول على سبيل المثال انت انضرب الستشينة لا سامح الله اسم الله عليك ضايجين من عندك ناس يغاروا من عندك فشنو ضربوك ستشينة من ضرب الستشينة انت دمك خلي نقول سبع لترات خلي نقول خسرت انت خسرت ثلاث لترات هيمورتش نزيف فصال عندك شنو هايبو فوليم يقل الفوليم مالتك بعد ما اكو دم كافي يوصل للدماغ من ما اكو دم كافي يوصل للدماغ معناها الضغط مالتك قل خوش البارو رسابتر هذا شباب راح يحس بهذا الموضوع راح يقيس يشوف الضغط قليل الدم قليل ماش يسوي يفعل السمباتيك نيرفا سيستم يفعل السمباتيك نيرفا سيستم السمباتيك نيرفا سيستم ش راح يسوي يقول بابا اتو شنو مشكلتكم نقول لها احنا مشكلتنا الضغط قليل دم مدى يوصل يقول الطون المعادلة ما للضغط بالفيزياء نقول لها سهلة هاي البلد برشر يساوي الكاردياك اوتبوت الانتاج القلبي في التوتل كاردياك اوتبوت يعني نتاج القلبي يشقد الهارت ده ينتج توتل برفرررررررررررررررزيستانس يعني المقاومة توتل يعني الكلية المحيطية المقاومة الكلية المحيطية يعني مشكلة بالقلب والتوطى بالقلب بالأوعية الدموية قلنا له هذا القانون شو تريد تسوي بي قال أنا أصلحي لكم إياه تم وقلعتكم البلد برشار قلنا له صحيح قال أنا هسا أرجع أعلي لكم إياه شو راح يسوي هذا السمباتاتيك نيرفل سيستم شباب راح يدز أول شي للقلب يزود الكارديك آتبوت الكارديك آتبوت شي ساوي هارت رايت في ستروك فوليوم هارت رايت معدل ضربات القلب ستروك فوليوم كمية الدم اللي يضخ القلب بالضربة الوحدة زيان فهنا كم ضربة بالدقيقة وهاي بكل ضربة شقدة يضخ القلب زيان ده نسميه الكارديك آتبوت راح يزود الكارديك آتبوت قلنا له إيه شوية إيه يا الله الأمور زيانة قالوا بعد اشتردون قلنا له هاي توتال بروفرال زيانس هم نريدك الزود الناعة قال سهلة سوى فازو كونستركشن تقلص بلوعية الدموية فزود التوتال بروفرال رزيستنس واضح فلهذا الانسان اللي عنده شوك هاي 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 مهمة الانسان اللي عنده شوك نلقى الهارت رايت مالته مرتفع والضغط مالته نازل واضح بس مهمة الهارت رايت ليش صعد لان تقول لي متفعل السنباتاتيك نيربا سيستي اقول لك عاشت ايدك هاي واحد اثنيا الكلية من مدى يوصل لها دم كافي هاي الكلية الحلوة مالتنا نمتشكنا ما سودع علي ما وصل لها دم كافي من ما وصل لها دم كافي الكلية راح تسكت ما تسكت كلش راح تفعل الكيدني راح تفعل نظام نسميه الراس ميكانيزم اللي هو رانين الانجيو تنسينوجين الدوستيرون سيستم الرانين راح يطلع الرانين شي سوو الرانين يحول ciao الانجيو تنسينوجين الى انجيو تنسين 1 واضح هذا اخذة على صفحة يعني حتى يكونوا واضح عدكم هنا عدي اول مادة اسميها انجيو تنسينوجين تتحول الى انجيو تنسين 1 الدوال انجيو تنسين 1 يتحول لا انجيو تنسين 2 سؤال من اللي يحاول الانجيو تنسينوجين الانجيو تنسينوان الرنين من اللي يحاول الانجيو تنسينوان الى تو هو الانجيو تنسين من اسمه الانزايم المحاول للانجيو تنسين خش هنا الكليا شوك تتفعل هذا السيستيم هاي الكليا الكليا من قل الضغط اللي واصل لها فعلت هذا السيستيم من فعلت هذا السيستيم وين نهايت السيستيم انجيو تنسين تو هذا من اسمه تو شي سوى هذا يسوى تو شغلتين الشغلة الأولى يزود الألدوستيرون الألدوستيرون شي يسوي شين وظيفة الألدوستيرون fluid retention عندك هاي الكليا هاي الكليا الكليا هي الفاصل ما بين الدم منها والإدرار منها هاي خب ماكوا واحد ما يعرفها منطق ألدوستيرون الكليا ش تقوم تسوي تجيب مية من الإدرار ترجع للدم مية من الإدرار ترجع للدم تسوي fluid retention إعادة للسوائل ترجع السوائل من الإدرار للدم واضح طبعا مو بس الفلوت تسحب صوديوم وفلوت خب هاي منتهي منعد هاي الألدوستيرون خوش الشغلة الثانية شباب اللي هي يسوي vasoconstruction ليش هو اسمه NGO tensine صح NGO يعني وعاء دموي tensine tension يعني يعني مقلص للأوعية الدموية من اسمه فراح يسوي vasoconstruction فيزود total peripheral resistance خوش إحنا إحنا مشكلتنا وين مشكلتنا cardiac output أو blood pressure blood pressure يساوي cardiac output في total peripheral resistance هسه الراسمي كان بالvasoconstruction صح حتى بس منسوي the fluid retention بيمة بفادتني أنا أقول بيمة بفادتني إحنا شباب قلنا شنو المشكلة الأساسية إنه هذا القلب وهذا عندك elvenous system elvenous system صح لا هذا elvenous system وهذا بالجهة الثانية el arterial system الجهاز الشرياني وهاي بالنص هي tissue هاي هي tissue الأنسجة إنت عادة الدم وين موجود بالشرائين لو بالأوردة إذا قلت بالشرائين غلط أغلب الدم 70% من الدم وين موجود هنا هنا بالأوردة زيان فإنت حضرتك من تنظروا بستشينة عادة أكثر الدم ينفقد من الأوردة فإنت مثلا هنا أنا كان عندك دم مقدارة 7 لتر انضرابة 60% بقى من الدم بقى من الدم 4 لتر أكثر الدم خسرته من الvenous system ليش لأن الvenous system الجهاز الvenous الvenous الأوردة نسميه capacitan's vessel الأوعية ذات السعة أحسان ما حب هاي الكلمات شين أوعية ذات السعة قول جليكانات ما الدم الvenous system الجهاز الوريد هو البراميل ما للدم فهي خزانات الدم من تنضربة 60% تفقد من الخزان فراح يفقد الفينوس من يقل الvenous return طينا قاعدة كل ما يقل الvenous return النتيجة شنو يقل cardiac output صح ولهذا ولهذا الإنسان من ينضرب طلقة أو يصير عنده نزف يقل الضغط مالتي ليش ليش سؤال أنت ترجع للقاعدة الأولى الضغط ما عنده تحكم غير هذا cardiac output في total برفر resistance أنت من ضربته 60% وخليت الدم ينزف من نزف الدم شهي تأثر بهذا الإنسان تأثر الvenous return من قل الvenous return قل cardiac output من قل cardiac output قل blood pressure واضح فأنت يصير فهمك عميق أنت طبيب أنت مو إنسان عادي يعني يجيك واحد مثلا مو طبيب تقول الإنسان من ينضرب 60% عد ليش ضغط يهبط يقول لك باب تصدق تحتي هو نضرب 60% ده ينزف دم أكيد ضغط يهبط لأن ده يخسر دم تأثير direct effect مباشر تقول لا غلط هذا اللي قلت أنت تبسيط oversimplification هذا تبسيط أنت تبسط الموضوع هو مو هو مو لأن فقد ضغط هو من فقد قل هذا هايش جوابك يكون علمي 100% جواب منطقي تقول شوف شون يعني تمنتج الجواب وتطهياه هايش مشكنا ممرتب تقول أول شي هو من فقد دم فقد من الفين من الفين فقل الفين من قل الفين قل من قل من قل الله د برش خوش حس يقول لك كل وحدة طين عليها استدلال دليل إنت قلت لي من ضرب 60 فقد من الفين ليش فقد من الفين ليش ما فقد من الارتري تقول لأني أطيق قاعدة إنه الفين هنا نجلي كانت الدم فش وقت ما تفقد الدم فتفقد من الفين إذن من ضرب 60 فقد دم فقد من الفين قل الفين سيقول صحيح فمن يقل الفين سيقول صحيح واتذكرتها فتقول لهاي القاعدة الثانية قاعدة الثالثة إذا قل الفين الفين قل البلط برشار واضح إذن هيت استدلالك يكون منطقي وسهل واحد نضرب 60 ليش ضغط هباط ياب قل الفين سيقول الفين قل الفين الفين قل برشار واضح خش هس الكلية شون راح تشتغل الكلية الكلية ستجيب سوائل من الادرار للدم صح ولو não نرجع للرسم مالتنا الأصلي هاي الكلية هنان هاي الكلية مالتنا الحلوى وهذا الادرار هاد الادرار هنان هاد الادرار هنان شرح ستجيب سوائل ن festival ها ще اه اه راح هتجيب سوائل من أنا من الإدرار عن طريق الألدوسترون. ترجحهم وين؟ ترجحهم للفينس سيستم. ترجحهم للفينس سيستم. فهي زودت الفينس رترن. واضحة. زودنا الفينس رترن. فمن ازداد الفينس رترن ازداد الكاردياك أوتبوت. إذن هنال ألدوسترون من نشتغل زود الفلوود رتنشن. معناها زود الفينس رترن. وبالتالي زود الكاردياك output ونتيجة النهائية صارت زودنا cardiac output وزودنا total peripheral resistance واضح هذا القسم الثاني إذن الراسمي كان زيم سوت نفس الشغلات اللي سواها نس الراسمي كان زيمتهت بالانجيو تنسين 2 زود الالدوسترون الالدوسترون سوى fluid retention فزود الvenus return الvenus return من ازداد ازداد عندك شنو? cardiac output ازداد الcardiac output شغلة ثانية عندك تنسين 2 سوى vasoconstriction زود لك total peripheral resistance فإذا لاحظوا الCNS cardiac output و total peripheral resistance صح? ركزوا شوف? cardiac output و total peripheral resistance الراسمي كان زيم cardiac output و total peripheral resistance واضح خوش من الملاحظات المهمة شباب اللاحظ انه الvasoconstriction هذا اللي تسوي الكليه الvasoconstriction قريب على الvenus return شون يعني؟ بس ركزوا بعظمة الخالق سبحانه وتعالى شون منظم الراسمي كانزة هاي الراسمي كانزة بشباب احنا قلنا بيها الدوستيرون يزود الvenus return واحد واثنيا بيها vasoconstriction احنا ده نجيب المي من الادرار ده نجيبه من الادرار نخليه بالدم واحد واثنيا ننقلص هاي الاوعي على مدرجة هذا المي للقلب ده شوفون فواحد يجيب دم واحد يرجع الدم للقلب يعني فد شي ترى فد شي يعني فد امكانيات هاي الجسم ده يسويها على مود شنو؟ على مود يصحح الشوق ادن الالدوستيرون يجيب سوائل الانجيو تنسين يدفع هاي السوائل يوديها للقلب واضح شباب؟ طيب هاي ادن اجوبتنا اجوبتنا انه ليش ازداد الهارت رايت ازداد البارو رسبتر تحسست فعلت ثاني شي ليش قل ضغط الدم لان فقدنا فقل الكارديوك اوتبوت فقل البلود براشر زين ثلاثة ليش الاده مزداد دكتور شن الاده هاي جديدة دكتور قلنا احنا ثلاث شغلات اول واحدة بارو رسبتر هاي هاي البرو رسبتر الفوك هاي اول واحدة الشغلة الثانية قلنا الرسمي كان نزم الشغلة الثالثة هي البتويتر قلانت البتويتر قلانت بيها جزئين جزئ امامي وجزئ خلفي الجزئ الخلفي راح يفرز هرمون مضاد للتدرر انتي دايرتورك هرمون ليش لانت استوق خسران لك لترتيان يعني استوقت خسران لترتيان دم اكيد راح تمنع الادرار يعني خوة ما تخلي الادرار يستمر لان انت اي قطرة ما يتريدها فرح تمنع الادرار رح تمنع التعرق رح تمنع كل شي زيئين فهاي هناني شباب الادح راح يمنع شنو راح يمنع الادرار واضح على مودي حافظ لك على مستوى الدم فرح تتحسس البوستير بتويتر تفرز اي دي اح واضح شباب ليهناني انتهي جزئون من محاضرتنا شباب شا اريدكم باعقولي حتى الضمنون الدرجة الكاملة هذا الجزئ ضبطه ضبطه 100% يلا تنتقل للجزئ الثاني انا شفتونا هذا الجزئ بس شرح ما حيشيت على الكلام ما لمحاضرة حتى من نروح حسنا افتهمنا تقريبا 40% الى 50% من المحاضرة الجزئ الثاني راح نقرأ الكيس ونحل الأسئلة راح تشوف روحك فاهم الموضوع كله بس بشرط كنت تقرأ هذا الموضوع وضبطه يلا تروح للجزئ الثاني